يوم عندما نتحدث عن مناشدات ومطالبات أهالي ديالة اللي نقلناها ورصدناها في يوم أمس في ستوديو التاسعة من مختلف القنوات واللي كلها كانت تسأل أين رئيس مجلس الوزراء بصفة القادل عام قوات مسلحة مجزرتين خلال اسبوعين وأكثر من ثمانية أعمال إرهابية راح ضحيتها ثلاثين شهيد خلال شهر والسوداني لم يأتي لديالة فتسألنا وكانت ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ومن ثم بأبناء شعبنا الأصلاء ومنهم السيد القادل عام قوات مسلحة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني بأن الأخ السوداني كعراقي ابن عراقية ابن عراقي ضاق المر مثل ما ضاق العراقي وعاش سنوات الحصار مثل ما عاشها العراقي وعاش سنوات الإرهاب والفساد والقتل الجماعي والطائفية وقبلها الاحتلال ومن بعدها الدواعش الإرهابيين والقاعدة والميليشيات الواقحة من المؤكد إن هكذا رجل لن يقف صامته فبعد أقل من 24 ساعة كان بديالة وكان بديالة بقوة الدولة العراقية لأول مرة على مدى كل هذه السنوات نشعر إنه رئيس مجلس الوزراء يتحدث بثقة قوة القانون والسلطة اللي يملكها كقائد عام قوة مسلحة وكما سأقول تنفيذي أول افتقدنا إلى هذه الروحية إنه أكو قائد عام قوة مسلحة أو رئيس مجلس الوزراء يحتي ويحدد ويقول للمقصر أو للعاجز الماء يقدر يقعد ببيته هذه أول مرة نشعر إنه الرجل يتحدث بهذه الروح العراقية اللي كنا مفتقديها من القبل القبل كلهم جايين من بره فمن بره على أساس صارين مثل الأوروبيين والأمريكيين صارين شوية يعني نازكين بينما القانون يحتاج لقوة من أجل نفاذه ومن أجل تحقيق الأمن والأمان للمواطن هو الأمن والأمان شنو أهمية المواطن بدونه ما تستقيم الحياة بدون أمن العراقي ما يقدر يتقدم للأمام يبقى مأسور بمكانه يطلع لو ما يطلع أكو تفجير لو ماكو تفجير أكو اغتيال لو ماكو اغتيال يشيلوني لو ما يشيلوني هالشكل يصير شعور هذا شون يشتغل شون يفكر بالمستقبل شون يقدر يوفر لقمة جهاله شون يشعر بإنسانيته إذا ما تجيب للأمين وخاصة في دياله وكشفها اليوم الأخ السوداني كشفها هاي المؤامرة بدت توضح مثل ما قلناها البارحة أكو هدف إنه دياله ما تستقر تقسم تبقى بيها المشاكل ليش لأن هو كشف قال راح نستثمر الغاز راح نبدأ بالدياله إذن المشكلة مو سهلة والمؤامرة حتى لهو قال ماكو هذا المؤامر بهذا المفهوم لا أكو مؤامرة بمفهوم إنه دياله يجب أن لا تستقر وأهله ما يستقرون ليش لأنه أنتو تعرفون وأنا عارف كل الزين من المو من مصلحته إنه العراق يستثمر الغاز من هو من هو ها عرفته تمام هو نفس اللي قلته جارنا للأسف الشديد وبعض المرتبطين به وحجح شاية قوية أيضا ومهمة قال ماكو عنوان شبير ولا صغير كلها تحت القانون بمعنى مو يجين واحد يقول لي أنا حج فلان ويجي الثاني أنا سيد فلان ويجي الثاني أنا شيخ فلان أخوي قانون واحد يمشي على الكل شبير